مع اشتداد حرارة الصيف وارتفاع درجة الحرارة إلى مستوية قياسها يصبح الماء البارد مالذا منعشان يروي العطش وينعيش الجسد لكن هل هذه العذاة حقا مفيدة للجسم أم تخفي مخاطر صحية هذا ما سوف نتعرف عليه إن شاء الله في هذا الفيديو هل تعلم أن شرب الماء البارد بكترى قد يسبب الإمساك وذلك من خلال التسبب في تقنصات عضالية في الأمهى مما يبطئ عاملة الهضم والإخراج هذا التقنص يؤدي إلى صعوبة في التبرز والتقنص من الفضلات وتركمها في الأمهى الأمر الذي يسبب انتفاخ البطن والألامة أيضا قد يتسبب شرب الماء البارد بكمية كبيرة إلى انخفاض درجة حرارة الجسم إما يؤثر على عملية الأيض والهضم وهذا قد يقود إلى مشاكل أخرى كالغازات والانتفاخ وعدم الراحة لهذا يوصح بتجنب شرب الماء البارد بكترى شرب الماء البارد يعزز أعراض الصدع النسفي فعندما يجرر الشخص الماء البارد يسبب ذلك التعرض المفاجئ للبلوذة وخلالها تتقنص أو يدمويا في جسمها لما يؤدي إلى إرسال إشارات آلام إلى الدماغ وعندما تتقنص أو يدمويا في بعض الوناطق يلخب التذفق الدم والأكسجين إليها لما يسبب نوبات الصدع النسفي المؤلمة بالإضافة إلى ذلك الماء البارد يمكن أن يسبب انقباض عضلات الرقبة والكثفين مما يؤدي إلى إرسال إشارات آلام إلى الدماغ وتتفاقم أعراض الصدع النسفي لذلك يوصح بتجنب شرب الماء البارد أو المتنجة وخاصة بنسبة لأولئك الذين يعانون من حالات الصدع النسفي عندما نشرب الماء البارد فإنه يتسبب في انقباض وحساسية للمنطقة المحيطة بالأسنان مما يؤدي إلى تعرض طبقة العج الداخل للأسنان والتي تكون أكثر حساسية من الطبقة السطحية من الأسنان هذا التعرض يسبب آلاما حادا مثل ساقة كاربائية عند شرب الماء البارد أو تناول أطعم والمشروبات الباردة بالإضافة إلى ذلك الماء البارد يمكن أن يؤدي إلى الكيماش في اللطة لما يزيد من خطر تأكل طبقة العجة وزيادة حساسية الأسنان وعلى المدى الطويل قد يؤدي ذلك إلى مشاكل أكثر خطورة مثل تعيي جلتها وتسوس الأسنان شرب الماء البارد لو تذهل أيضا لعمل القلب الدورة الدموية فعندما يدخل الماء البارد إلى الجسم يحافظ ذلك السجابة في السيولوجيا لمواجهة انخفاض درجة الحرارة فتقوم العرق الدموية بالتقلصة بهدف الحفاظ على درجة حراط الجسم لما يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم وللتعاون مع هذا الارتفاع في ضغط الدم يبدأ القلب العمل بشكل أكثر بطء أو انتظامنا لتوزيع الدم بشكل كفاء لما يؤدي إلى انخفاض معدل ضربة القلب وهذا التباطع في معدل ضربة القلب يساعد الجسم على محافظة على درجة حرارته ولكن إذا سمرت الأمور لفترة طويلة قد يؤدي ذلك إلى مشاكل صحيح مستقبلنا وهناك دراسات تشير إلى أن شرب الماء البارد يمكن أن يؤثر سربا على مستوى الترطيب الطبيعي في الجسم حيث يمكن للماء البارد جدا أن تصدم نظام الجسم وتتسبى في تحويل جسم للطاقة لتنظيم درجة حرارته بدلا من امتصاص الماء بالإضافة إلى ذلك الماء البارد يتطنب جوذا إضافيا من الجسم لرفع درجة حرارته إلى درجة حرارة الجسم الطبيعية هذه العملية تستلزف الطاقة والسوائلة لما يؤتي إلى المزيد من الجفاف على المدى الطويلة ونقص الترطيب الناجب عن شرب الماء البارد قد يسبب مشاكل صحية مثل جفاف الجلد والشعر والأغشي المخاطية كما أنه قد يؤثر على وظائف الكلي والمعذة والأمع شرب الماء البارد يمكن أن يؤثر سربا على صحة الحرق والبلعم حيث أن الماء البارد يمكن أن يزيق الأوية الدموية في منطقة الحرق والبلعم هذا الانقباض يحد من تتفق الدم والأكسجين إلى هذه المنطقة الحساسة كنتجة لذلك يصبح الحرق والبلعم أكثر عرضة للجفاف والتيجة بالإضافة إلى ذلك الماء البارد يمكن أن يخفض درجة الحرارة الجسم في منطقة الحرق والبلعم هذا التبريد يمكن أن يوضع قدرة الجسم في مكافأة البكتريا والفيروسات التي تسبب التهابات الحرق والبلعم على المدى الطويلة والتعرض المتكرر للماء البارد يمكن أن يؤدي إلى التهابات مزمنة في الحرق والبلعم هذه التعبات قد تؤدي إلى مشاكل متالتها باللوزة المتكررة وصعوبة البلع شرب الماء الفارث قد يؤدي إلى انقباض الأوية الدموية في الجسم هذا الانقباض يجعل من الصعب على الجسم امتزاس المواد الغذائية والأملاح المعدنية بشكل طبيعي بالإضافة إلى ذلك البولة تحفز الجسم على التعرق لتنظيم درجة حرارته هذا التعرق يؤدي إلى فقدان كيمية كبيرة من الأملاح المعدنية مثل السودم والبوتاسيوم والكالسيوم والمغنيسيوم وعلى المتطوين نقص هذه الأملاح المعدنية الهامة يمكن أن يؤدي إلى مشاكل صحية مختلفة تنويه المواد المنشورة في الفيديو هي بمثابة معلومات فقط ولا يجوز اعتبارها استشارة طبية أو توصية علاجية استشر طبيبك دائما بخصوص أي استخدام للأعشاب أو المكملات الغذائية